بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نستكمل اليوم منهاج الصف الخامس الدرس السادس والعشرون بعنوان الدعاء لعبادة الله سبحانه وتعالى أشكال مختلفة فالعبادة لا تقتصر فقط على الصلاة والصوم والزكاة لكن كل شيء في حياتنا يمكن أن يكون عبارة عن عبادة نكسب منها الحسنات والثواب لنرتفع في مكانتنا عند الله سبحانه وتعالى ونتحدث اليوم عن إحدى هذه العبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وهي الدعاء فالله سبحانه وتعالى هو خارق هذا الكون ومدبر هذا الكون وهو الذي يعطي ولا تنفذ خزائنه ممكن أن نأخذ من هذه الخزائن من خلال هذه العبادة وهي الدعاء فسنتعرف من درسنا اليوم على معنى الدعاء ونجيب على سؤال لماذا أدعو الله سبحانه وتعالى ونتعرف على أدعية الأنبياء والرسل ونفهمها لتكون لنا منهاجا في حياتنا ونتعرف على آداب الدعاء وعلى أشكال استجابة الدعاء وعلى بعض الأدعي التي علينا أن نداوم عليها في الصباح وفي المساء ونبدأ بداية بالتعرف على معنى الدعاء معنى الدعاء الدعاء هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بتذللا وخضوع ونسأله العون والرحمة والمغفرة إذن الدعاء هو أن نتوجه فقط إلى الله سبحانه وتعالى لماذا لا نتوجه إلى غير الله بالدعاء لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يسمع وهو وحده الذي يبصر العباد جميعهم وهو قريب من العباد والمجيب لهذه الدعوات والقادر على كل شيء فنحن نتوجه فقط إلى الله سبحانه وتعالى بإذهار التذلل والخضوع لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده القادر على كل شيء ونسأله العون على العبادة العون على الاستثلاف وبناء هذه الأرض ونسأل أخذ الرحمة والمغفرة لذنوبنا لفوز بالجنة فنحن نتوجه وندعو الله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه لأن الدعاء هي عبارة عن عبادة تقرب فيها إلى الله عز وجل فبالإكثار من الدعاء ورفع اليد إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب منه ما نحتاجه فنحن بهذا الأمر نكسب الأجر والثواب ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى اثنين أدعو الله ليعطينا الله تعالى ما أرجوه سواء كان في هذه الدنيا أو في الآخرة ما نرجوه في الدنيا من رزق من صحة من خير وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا يوم القيامة الذنوب ليدخلنا الجنة ونكون في الفلدوس الأعلى إذن ندعو الله سبحانه وتعالى لأمرين لأن الدعاء عبارة عن عبادة تقرب فيها إلى الله لأكسب الأجر والثواب اثنين ليعطينا الله ما أريد سواء كان في الدنيا أو في الآخرة في الدنيا الرزق والصحة والخير وفي الآخر أن يغفر الله لذنوبي ليدخلني الجنة وأرتقي في منزلتي عند الله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى لأمور كثيرة وهذا ما نذهب إليه في نشاط أذكر أمرين آخرين أحتاج إليهما في الدنيا وأدعو الله أن يرزقني إياهما أدعو الله سبحانه وتعالى اليوم وأنا كطالب صف خامس في العمر العاشر سنوات والحادي عشر أدعو الله سبحانه وتعالى بأن النجاح في دروسي أن يرزقني الله سبحانه وتعالى الصديق الصالح الذي يمسك بيده إلى الأعمال الصالحة ليرتفع وأرتفع في مكانة ما بين الناس وعند الله سبحانه وتعالى وقدوتنا في المحافظة على هذه العبادة وهي الدعاء الأنبياء والرسل فقد بيّن القرآن الكريم كيف أن الأنبياء والرسل قد أكثروا من الدعاء وكان لكل نبي منهم دعاء يكثر منهم فقد دعا آدم عليه السلام وزوجته عندما عاقبهم الله سبحانه وتعالى بنزولهم إلى الأرض بعد أن عصي الله سبحانه وتعالى في الجنة بالإكثار من الدعاء فكان آدم عليه السلام وزوجته يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فكانوا دائما ما يكثروا من هذا الدعاء فالإن مسلم الذي لا يكسب مغفرة الله لذنوبه ورحمة الله سبحانه وتعالى به فهو من الخاسر وزكريا أيضا عليه السلام بعد أن حرم من الذرية كان كثيرا ما يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فزكريا لم يرزق بالأولاد فكان كثيرا ما يدعو الله سبحانه وتعالى بالذرية بالأولاد ولكن ليس أي ذرية بل الذرية والأولاد الطيبين الصالحين إنك يا الله سميع الدعاء فهو يتوجه فقط إلى الله سبحانه وتعالى أن الله هو وحده السميع البصير والقريب والمجيب والقادر على كل شيء فهو قادر على إعطائه ما يريد وقدواتنا أيضا في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان كثيرا ما يدعو الله في كافة أحواله في العسر وفي اليسر ويسأله الخير في الدنيا وفي الآخرة فكان كثيرا ما يرد الدعاء إذا استصاب عليه أمرا قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فكان الرسول دائما يتوجه بهذا الدعاء ويعني بأن يا الله ما كان في أمورنا سهلا وميسرا فأنت الذي جعلته سهلا وأنت تجعل أيضا الحزن بمعنى الصعب سهلا إذا شئت ذلك فكان كثيرا ما يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وكذلك ما ندعو هذا الدعاء أيضا في فترة الاختبارات والامتحانات قبل البدء في الامتحان بأن دائما الله سبحانه وتعالى يسر ويسهل لنا ما نراه صعبا وأن يسر أمرنا وتختلف أشكال استجابة الدعاء وهذا ما يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه في أقرأ وعات أمل صفحة 106 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة ورحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل دعوة وإما أن يدخلها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها فبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم لأن المسلم الذي يدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة وليس فيها إثم وليس فيها قطيعة رحم لمن هم من أقرباء إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة إحدى ثلاث إما أن يغطي ما يأراد فإن دعى الله سبحانه وتعالى النجاح أعطاه النجاح وإن دعى الله سبحانه وتعالى الرزق أعطاه الرزق وإن دعى الله سبحانه وتعالى الصحة أعطاه الصحة وإما أن يدخلها له في الآخرة فتكون سبب في شفاعة الله سبحانه وتعالى له وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها تكون هذه الدعوة سببا بأن يصرف الله سبحانه وتعالى عنه السوء إذن المطلوب من أقرأ وأتأمل إذا دع الإنسان ربه فإن الله تعالى لن يضيع دعاءه وسيكرمه بإحدى ثلاث وبين ذلك من حديث النبو الشريف واحد إما أن يعدل دعوته نين أن يدخلها له في الآخرة ثلاث وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وعليك أن تعلم عزيز الطالب بأنه يجب علينا أن نكثر ونرح من الدعاء فليجب علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى مرة إذا أردنا النجاح أو مرة واحدة إذا أردنا الشفاء للمريض لكن علينا أن نكثر من الدعاء لأن هذا يقوي صلطنا بالله سبحانه وتعالى ويقربنا من الله تعالى ثنين يشعرنا بالأمن بأن الله هو وحده الذي يسمع الدعاء هو وحده للأقادة على كل شيء وهو وحده الذي يغطي بدون بخلي عبده تزيل عني الشدائد وهذا ما نراه اليوم في أيامنا بالبلاء الذي ادخل على جميع بلاد المسلمين علينا أن نبتل من الدعاء بأن يزيل الله سبحانه وتعالى عننا هذه الشدة وأن يرزق جميع بلاد المسلمين الأمن وأن يزيل عنهم هذه الشدة والأزام وعلى المسلم أن يتحلى بعدد من الآداب عند الدعاء أولها أن يرفع يده عند الدعاء بأن يتوجه بكفه أن تكون كفه باطن الكف باتجاه السماء بأن يرفع يده اثنين أن يتحرى أوقات إجابة الدعاء مثل السجود في الصلاة فأقرب ما يكون العبد إلى الله سبحانه وتعالى وهو يساجد ما بين الأذان والإقامة في استجاب في ذلك الوقت الدعاء وعند نزول البطر عندما ينزل البطر من السماء هذه من الأوقات التي يستحب علينا أن نقوم بدعاء الله سبحانه وتعالى بما نريد وبما نحتاج وهناك الكثير من الأدعية التي يجب على المسلم أن يدام عليها في يومه في الصباح والمساء منها دعاء الصباح ومنها دعاء المساء دعاء الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه النشور ودعاء المساء أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير كما قلنا لكل نبي ورسول دعاء كان كثيرا ما يردده قول الله سبحانه وتعالى النشاط بي صفحة 107 يعرفنا على دعاء سليمان عليه السلام قال الله تعالى وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين واحد أكتب الدعاء الذي دعا به سليمان ربه عز وجل من الآيات الكريمة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فهذا دعاء الذي كان يكرره ويردد سليمان عليه السلام ما القلق الذي أستفيده من دعاء سليمان عليه السلام في حياتي؟ شكرا سبحانه وتعالى على النعم التي أنعمنا إياها سواء كان نعمة السماع، البصر، نعمة الأمن، نعمة جميع النعمات التي نحن نعيش فيها ننتقل إلى أختبر معلوماتي في صفحة 108 لماذا يلجأ المسلم إلى الله تعالى بالدعاء؟ ألف لأن الدعاء عبادة باء ليعطيني الله ما أرجوه في الدنيا والآخرة سؤال الثاني أذكر أدبين من أداب الدعاء واحد أرفع يدي عند الدعاء اثنين تحري أوقات استجابة الدعاء أتأمل سؤال الآتية وأستنتج منها وقت إجابة الدعاء الصورة الأولى في يوم عرفة وفي الصورة الثانية عند نزول المطر والسلام عليكم ورحمة الله